مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت السادس الدرس الخامس عنوان الدرس جدوى المواعيد القطار قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب يأتي الفيسبوك على استطاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط نبدأ بالدرس يونت سيكس لسن فايف اليونت السادس الدرس الخامس جدول مواعيد القطار بالبداية يقول لي انظر إلى مواعيد القطار ثم أجب على الأسئلة اللي بعدها بالبداية هو منطين جدول لمواعيد القطار شوكي تينطلق شوكي تتوقف وراها يقول لي لديك تذكرات أو تذاكر لمباراة كرة القدم في باريس المباراة تبدأ في الساعة الثالثة يوم الثلاثة يوم الثلاثة وشوف يا هو أفضل قطار مناسب إليك على مود تركبه على مود توصل للمباراة بالموعد المحدد فإذا تلاحظون بالجدول يقول لي لندن ستيشن أو محطة لندن هنا منطين التوقيتات ساعة بالسبعة إلى خمسة بالتسعة ونوص بالتسعة ونوص إلى آخره وراها راشفورد المحطة الأولى بساعة بسبعة وخمسة وعشرين ساعة بالثلاثة وخمسة عشر تعرفون الثلاثة يعني بالوحدة وربع بالثلاثة وخمسة واربعين دقيقة إلى آخره وكذلك مع باقي المواعيد شوفوا هنا منطيني هو الحقل الخاص بباريس الرحلة اللي راح توصل لباريس أكو رحلة توصل بالعشرة وثلث ورحلة ثانية توصل بالوحدة إلى خمسة إلى آخره فيقول لي يا هو أفضل قطار من ذني القطارات حسب التوقيتات اللي منطقياها بالجدول مناسب للمباراة اللي أنت تريد تروح لها هس أحد الطلاب يباوع يقول أكو قطار هنانا يوصل ساعة بيش يوصل بالوحدة إلى خمسة والمباراة تبدأ بثلاثة من الممكن أنه هذا القطار مناسب إلي القطار اللي يوصل بالوحدة إلى خمسة إلى فاريس فأنا عندي ساعتين على ما أوصل منه بمحطة القطار إلى المكان أو الملعب اللي أنا رايح أشوف به اللعبة طالب آخر يقول لا من الممكن أنه هاي ساعتين مو كافية فبالتالي أشوف قطار ثاني أروح مثلا على القطار اللي يوصل بالعشرة والثلاث على المود أوصل من وقت وبالتالي ما تفوتني أي دقيقة من المباراة إذن هنا مجرد نشاط صفي منطيني جدول للقطارات هنا منطيني المواعيد اللي يوصل بيها القطار لباريس وهنا المباراة اللي أريد أشوفها ساعة بثلاثة فالطالب يباوع على الجدول ويحدد أفضل قطار رح يستقله أو رح يركبه على المود يوصل للمباراة هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي اللي بعده يقول لي أستمع إلى الثلاث مسافرين في لندن أكتب الحرف مقابل كل عنوان يعني مثلا المسافر الأول يقول لك أنا رح أعلق لك مقطع صوتي أو مثل ما رح ألاحظ أنه رح نطلع على شكل مقطع نصي ياهو من ذول الثلاثة اللي رح يتكلمون أو رح نقرض محادثتهم ياهو من عندهم يريد يلحق بالقطار بالضبط مثل بته النقطة الثانية أكون مسافر مريد يكون متأخر والثالث المسافر نسى شيء معين فيقول لك أنا رح أعلق لك المقطع الصوتي الأستاذ رح يعلق المقطع الصوتي بداخل الصف أو من الممكن هو يقرأ المحادثة بداخل الصف والطالب يحدد من خلال ظن المحادثات الثلاثة اللي رح يسمعهم ياهو المسافر اللي يريد يلحق بالقطار مثل ابنته ياهو المسافر اللي ناسي شيء معين ياهو المسافر اللي ميري دي تأخر فإذا تلاحظون بالمحادثة الأولى المحادثة A هو منطين إياها أو رامز لها بالرمز A مفتش التذاكر يتحدث يقول لك مرحبا أياتها السيدة هل يمكنني أن أرى تذكرتك رجاعا فالبنية أو الإمرأة اسمها أما نعم بالطبع تفضل هذا المفتش التذاكر يقولها شكرا لك جزيز الشكر وجواز سفارك رجاعا لقد نسيت جوازي I think I left it on the kitchen table أعتقد بأنني تركت على طاولة المطبخ إذن المسافر اللي نسى شيء معين هو المسافر اللي موجود بالمحادثة A إذن أروح على نقطة رقم 3 A passenger who has forgotten something المسافر اللي نسى شيء معين هو المسافر اللي موجود بالمحادثة A أقولها I'm sorry madame You can't travel on this train without passport أنا آسف يا سيدتي لا يمكنك أن تسافري على هذا القطار ما لم تظهري الجواز I don't live very far away تقول لأني ما أسكن مكان بعيد I can get my passport and be back at the station in an hour أعتقد بأنني يمكنني أن أحضر الجواز وأعود إلى المحطة خلال ساعة Can I use the ticket on any train to Paris هل يمكنني أن أستخدم هذه التذكرة لأي قطار في باريس قالها Yes madame There is a train at 25 minutes past 4 قالها نعم يا سيدة هناك قطار في الساعة الرابعة و 25 دقيقة See you in an hour قالت لا أراك خلال ساعة هسا هاي المحادثة الأولى كملت ننتقل للمحادثة الثانية اللي نشوفها مناسبة لياه عبارة من ذلك العبارات اللي منطينيها بالبداية واحد اسمه هاري Hello can I check something please يقول مرحبا هل يمكنني أن أتفقد شيء رجاء فالتكيت ان اسبكتر نفسي تمفتش التذاكر قالها Yes of course sir How can I help نعم بالطبع كيف يمكنني أن أساعدك يقول What time is the last train to Paris this evening ما هو آخر موعد لقطار في باريس هذا المساء قالها Let me check دعني أتفقد 5 minutes past 8 في الساعة الثامنة و 5 دقائر My daughter is catching the train at Ashford قالها ابنتي سوف تأتي بقطار أشفورد Does the 5 past 8 stop at Ashford قالها أنا ابنتي سوف تأتي بالقطار مع أشفورد هو هذا الدتقصده اللي موجود اللي سوف يجي ساعة ب 8 و 5 قالها No sir it only stops at Calais You need to catch the earlier train at 6 o'clock قالها كلا يا سيدي إنه يتوقف في هذه المدينة اللي هي Calais You need to catch the earlier train عليك أن تلحق بالقطار الذي يأتي بوقت أبكر في الساعة السادسة That one stops both Ashford and Calais هذا القطار رح يتوقف بأشفورد و بهذه المدينة اللي هي Calais Okay I'll talk to my daughter thank you قالها حسنا سوف أتحدث مع ابنتي شكرا لك إذن المحادثة الثانية اللي هي المحادثة B تناسب يا عبارة من ذلك العبارات اللي منطنياها الثلاثة العبارة الأولى فأقولها B تناسب العبارة الأولى اللي هو الشخص اللي يريد يلحق بالقطار اللي تجي بيه بنته المحادثة الثالثة المفتش التذاكر يقولها Good morning How can I help you كيف يمكنني أن أساعدك قالها Hello Can I take something please هل يمكنني أن أتفقد شيء رجاعا I have to be in Paris for the meeting at 10 o'clock علي أن أكون في مجتمع في باريس في الساعة العاشرة tomorrow يوم ما قاد صباحا Which train should I catch أي القطارات يجب أن ألحق به قالها The first train which leaves at 5-7 قالها أول قطار الذي يغادر في الساعة الثامنة إلا خمس دقائق Gets to Paris 20 past 10 يصل إلى باريس في الساعة العاشرة و 20 دقيقة Oh dear that's too late قالها هذا القطار رح يكون متأخر جدا قالها The best thing would be to go later today and to stay overnight قالها أفضل شي تسوي هو أن تروح اليوم أو الليلة إثبات هناك على ما تقدر تلحق بالاجتماع قالها Yes that sounds good قالها نعم ذلك يبدو جيدا I can't be late for the meeting ما قدرت أخر على الاجتماع Thank you شكرا لك قالها You are welcome أهلا وسهلا Can I help you with anything else هل يمكنني أن نساعدك في أي شيء آخر That's all thank you very much هذا كل شيء شكرا لك جزيلا شكر إن أنا هذه المحادثة تناسب يا عبارة من العبارات اللي منطنياها أكيد تناسب العبارة الثانية اللي هو المسافر ما يريد يتأخر على شيء معين هذا ما يخص الفقرة الثانية كذلك الأستاذ يالك مغطى صوتي داخل الصف يطلب من الطلاب أن يستمعون ينتبهون المحادثة وراها نوصل المحادثات الثلاثة بالعبارات اللي موجودة كذلك هذا النشاط غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى الفقرة الثالثة شي يقول لي يقول لي يقول لي listen to some passengers and look at the time table where do they want to go استمع إلى بعض هؤلاء المسافرين وانظر إلى الجدول اللي أخذناها بداية الدرس وين هؤلاء يردون يرحون which trains do they catch ويا قطار المفروض يأخذوه بالمحادثة الأولى واحد اسمه كريم يقول Excuse me can you help me please هل يمكنك أن تساعدني رجاءا فالمفتش يقول لي yes of course يقول لي what times the next train to ashford ما وقت القطار القادم لمدينة ashford يقول لي it's one o'clock now يقول لي الآن الساعة بالوحدة so the next train is at 3.30 لذلك القطار القادم رح يكون في الساعة الثالثة والنصف المحادثة الثانية واحد اسمه Ben يقول لي excuse me how can I help كيف يمكنني أن أساعدك إجابة what is the first train to calais ما هو أول قطار لهذه المدينة اللي هي calais يقول لي the first train leaves at 9.30 فأول قطار يغادر في الساعة التاسعة والنصف it leaves from platform 2 إنه يغادر من المحطة الثانية وكذلك المحادثة الثالثة يقول لي can I check something with you please هل يمكنني أن أتفقد شيء رجاعا فإجابة go ahead تفضل I want to be in Paris before 4 o'clock أريد أن أكون في باريس في الساعة قبل الساعة الرابعة should I catch the 12.55 train هل علي أن ألحق بالقطار اللي ينطلق في الساعة الوحدة إلى 5 yes that train arrives at 3.25 نعم ذلك القطار سوف يصل في الساعة الثالثة و 25 دقيقة كذلك هذا عبارة عن نشاط صفي الاستاذ يالي للمقطع الصوتي ويسألهم مجموعة أسئلة فمثلا يختار طلاب الثنيا الطالب الأول يسأل what time is the first train to Paris ما هو أول قطار لباريس فالطالب يروح يطلع الجذول ويشوف الأول قطار ينطلق من باريس يقول له the first train leaves at 6.55 القطار الأول يطلع بساعة 56 دقيقة وهكذا لحد الآن كل الأنشطة اللي أخذناها أنشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى كتاب النشاط استمع مرة أخرى وضع صح على الإجابة الصحيحة المحادثة اللي أخذناها ببداية الدرس الشخصيات الثلاثة المحادثة المحادثة ضيعت الجواز مالتها لو فورغتتها نسيت الجواز مالتها لو ثروتتها شمرت الجواز مالتها إذا تذكرون بالمحادثة قالت أنا نسيت على طاولة المطبخ لذلك هي نستها وليس ضيعتها فأقول له الإجابة الثانية هي سوف تلغي رحلتها هي سوف تلغي رحلتها هي ما قالت لها راح ألغي رحلتي وإنما قالت راح أروح أجيب الجواز وأرجع تسافر بدون جواز أكيد لا تروح للبيت تجيب الباسبورد مالتها هذا أكثر خيار مناسب المحادثة الثانية Where the passenger the passenger wants to go to Ashford لو wants the train to stop to add for the ashford لو يريد القطار يتوقف في محطة Ashford لو wants to go to Calais لو يريد يروح المدينة Calais احنا كذكرنا بالمحادثة الثانية انه هو يريد يروح أو يتوقف عند محطة Ashford زين he is going to catch the train at 6 o'clock لو 8-5 لو 4-25 س هو يريد يلحق بالقطار ساعة السادسة باريس ساعة السافر بعد الساعة الثالثة تسافر بالليلة التي قبلها لو تلحق بالقطار التي ينطلق ساعة من السبعة إلى خمسة لو تلحق بالقطار التي يصل ساعة من السبعة إلى خمسة لو تلحق بالقطار التي يصل ساعة العشرة وثلاثة أكيد هي رح تظل بايتها بمكان معين عن مو تقدر توصل للاجتماع من وقت وما تتأخر عليه كذلك هذا النشاط نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي من خلال المقاطع الصوتي اللي خدناها بداية الدرس أقدر أجاب على هذه السئلة ننتقل إلى 8 رقم 2 Do you remember how each conversation exercise started؟ يقول لك المحادثات الثلاثة تذكر شون بدن؟ يعني بداية المحادثة شون كانت؟ نعم أذكر فمثلا المحادثة الأولى قال لي Excuse me can you help me please؟ أستميحك عذرا هل يمكنك أن تساعدني رجاءا؟ المحادثة الثانية قال لي Excuse me أستميحك عذرا والمحادثة الثالثة Can I check something with you please؟ هل يمكنني أن يتفقد شيء معك رجاءا؟ هذا كذلك نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي الدرس هذا كله مخصص لكيفية بذل المحادثة إنهاء المحادثة إذا أريد أطلب شيء من هذا مفتش التذاكر إلى آخره تبريد رقم الثالثة complete the exceptions أكمل التعابير ومنطيني فراغ كبير قال لي ticket please؟ شنو التكملة المناسبة للفراغ حسب المحادثة؟ أقول لك Can I check your ticket please؟ هل يمكنني أن أتفقد تذكرتك رجاءا؟ أو Can I see your ticket please؟ هل يمكنني أن أرى تذكرتك رجاءا؟ قال لي yes شنو التكملة؟ Yes of course نعم بالطبع Here you are تفضل الجملة الثالثة وراغ this ticket شنو التكملة Can I use this ticket for any train to Paris؟ هل يمكنني أن أستخدم هذه التذكرة لأي قطار في باريس؟ وراغ something please شنو التكملة Can I check something please؟ هل يمكنني أن أتفقد شيء رجاءا؟ وراها How can I help؟ كيف يمكنني أن أساعدك؟ وراها Let me check بعني أتفقد وراها That's too late أنه جدا متأخر وراها You are welcome هذه مجرد أن أريد أن أدربني على المحادثة أنا أريد أن أتحاور وهي شخص مثلا بالمطار أو بمحطة القطار شنو التعابير اللي ممكن أستخدمها بهذه الحالة؟ هذا الدرس كله مخصص لهذا الموضوع وراها يقول لي Now listen and check أنا شنو معرفني أن هاي التعابير هي اللي الجواب الصحيح هو منطيني مثال أو منطيني دليل أقدر أمشي عليه اللي هو المقطع الصوتي رقم 49 Can I see your ticket please هل يمكنني أن أرى تذكرتك رجاءا Yes of course Here you are نعم بالطبع تفضل Can I use this ticket for any train to Paris هل يمكنني أن أستخدم هذه التذكرة لأي قطار في باريس Can I check something please هل يمكنني أن أتفقد شيء رجاءا أو Can I help كيف يمكنني أن أساعد Let me check دعني أتفقد That's too late أنه متأخر جدا You are welcome أهلا وسهلا هذا المقطع الصوتي هو الطريقة اللي أتأكد بها من إجابتي بتمرين رقم ثلاثة إذن كذلك تمرين رقم ثلاثة تمرين نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي أما تمرين رقم خمسة Make notes اصنع ملاحظات سوى ملاحظات Then work out with a partner Role play the dialogues ثم قم بالعمل مع زميلك أو تأكد من الحل مع زميلك ثم مارس المحادثة أو الديالوج بينك وبن زميلك هنا أنا شي يقول لك يقول لك إذا أنت You want to get to Paris before 8 o'clock إذا أنت تريد تروح لباريس قبل الساعة الثامنة ما هو الشيء اللي ممكن تقوله مثلا أقول له Excuse me أستميحك عذرا Can you help me هل يمكنك أن تساعدني Please رجاء وراها أكمل الإجابة مالتي أو أكمل المحادثة مالتي مثلا أقول له I want to be in Paris before 8 pm أريد أن أكون في باريس قبل الساعة الثامنة Which train should I catch ما القطار الذي يجب أن أصعد فيه أو أركب فيه هذه المحادثة اللي أقولها إذا أنا أريد أوصل إلى باريس قبل الساعة الثامنة قل لي زيان You want to know what time the last train leaves تريد أن تعرف ما موعد آخر قطار رحل شوف هنا ننتبه لي مثلا إذا أنت تعرف آخر قطار رح يرحل شون تعرف أو شنو المحادثة اللي تقولها مثلا أقول له Can I check something with you please مثلا على سم المثال Can I check something please هل يمكنني أن أتفقد أي شيء أو شيء معين رجاءا مثلا أقول له What time does the last train leave ما هو الموعد الذي يغادر فيه آخر قطار النقطة الثالثة You want to know which trains stop in Calais تريد أن تعرف ما القطار الذي يتوقف في مدينة شنو العبارة اللي تقولها مثلا Can you help me please Can you help me please هل يمكنك أن تساعدني رجاءا وأكمل الإجابة مثلا أقول له Does the next train stop in Calais هل القطار القادم سوف يتوقف في مدينة والأخيرة You want to know what time the first train leaves تريد أن تعرف ما الوقت الذي يغادر فيه قطار أشفورد مثلا أقول له Excuse me What time does the first train leave آشفورد ما الوقت الذي يغادر فيه أول قطار لآشفورد هذا مجرد دين طيني مواقف وهاي المواقف شنو الكلام اللي أقوله على مدينة أتعرف على إجابات هذه المواقف كذلك مرة أخرى هذا التمرين دين اللي تدربنا على المحادثة غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي مجرد أنشط صفية بداخل الصف يسألها للإستاذ هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا أنه درس كل إنشطة إنشطة صفية تدربنا على المحادثة غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي حاولوا تكتبون هذه الحلول بكتاب النشاط على موضوع تروحون للمدرسة محظرين أما واحد يسألني يقول إستاذ هذا تجيب الامتحان التحرير والامتحان الشفوي هذا إنه إنشطة كلها غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة في الفيديو في الوصف ترجمة نانسي قنقر